المعلمون في اليمن بعد أن تخلت عنهم الجهات المعنية وامتنعت عن صرف مرتباتهم وجدوا أنفسهم على قارعة امتهان أنشطة أخرى من أجل توفير معيشة كريمة لأسرهم ما تسبب في تأثير كبير على العملية التعليمية منظمة إنقاذ الطفولة ذكرت في تقرير حديث لها أن 190 ألف معلم في اليمن إذ ضروا إلى العمل في الشوارع لإضعام أنفسهم وأسرهم حيث لم يتلقوا رواتب منتظمة منذ العام 2016 وعجزوا عن دفع تكاليف المواصلات إلى المدرسة وتوفير الطعام لأطفالهم بعد أن أوقفت ميليشي الحوثي صرف رواتب ثلثي عدد المعلمين في اليمن ليجدون أنفسهما يتجهون لأنشطة أخرى تمكنهم من إعالة أسرهم وتعرض المعلمون لانتهاكات من قبل الميليشيا خلال الست سنوات الماضية ووفقا لبيانات نشرتها نقابة المعلمين اليمنيين العام الماضي فإن نحو 1600 تربويا تعرضوا للقتل والاعتداء على يد مسلحية الحوثية خلال الفترة من 21 سبتمبر عام 2014 وحتى الأول من أكتوبر عام 2020 من بينهم 81 من مديري المدارس والإداريين فيما البقية من فئة المعلمين مشيرة إلى أن 14 حالة وفاة سجلت تربويين ماتوا تحت التعذيب في السجون الحوثية بمحافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة وتعرض 2642 تربويا لإصابات مختلفة بنيران ميليشيا الحوثية نتج عن بعضها إعاقات دائمة بينهم 127 حالة من الإداريين التربويين بينما بلغ عدد المعلمين المصابين 2515 معلما كما اعتقلت الميليشيا 621 تربويا واقتادت 36 منهم إلى أماكن مجهولة وأوضحت نقابة المعلمين بأن أكثر من 20 ألف تربويا تركوا منازلهم ومدارسهم في مناطق سيدرة الحوثي ونزحوا إلى المناطق المحررة وإلى خارج اليمن وقامت الميليشيا بإحلال بدلا عنهم في المدارس وفرضت آخرين لتروج فكرها العنصرية وشعاراتها التضليلية بمناطق سيدرتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر